نستكمل مع بعض الطريق التانية أو ثانيا وهي حل معادلة من الدرجة التانية حسب الخطوات اللي قلناها سابقا هو ريحني وجاب لي أن الحيود كلها في الطرف اليسار ودي معادلة أو شكلها من الدرجة التانية X تربيع نقص 5X زائد 6 أكبر من أسوأ صفر فما علي إلا أن أحلل الطرف اليسار فهتلاقي الكلام ده عبارة عن X ناقص 2 في X ناقص 3 كلام ده يبقى أكبر من أو يساوي الصفر طيب الطرف اليسار ده أمتى يساوي صفر الحد ده X ناقص 2 أمتى يساوي صفر لما الـ X تساوي 2 طيب الحد ده X ناقص 3 أمتى يساوي صفر لما الـ X تساوي 3 بقى عندي حلين الـ X يبقى أرسم خط الأعداد بالشكل ده كده وحط الـ 2 وبعد كده الـ 3 أنه قطنده لقسمه خط الأعداد لـ 3 مناطق من سالب مالة نهاية لـ 2 ومن 2 لـ 3 ومن 3 إلى مالة نهاية بقى عندي 3 مناطق عايز أشوف إشارة الطرف الأيسر ده مجابة ولا سالبة فبختار ده أختار إيه؟ أي عدد في كل منطقة وليكن في هذه المنطقة نختار مثلاً من الواحد الصفر السالب واحد فأنا هاخد الصفر لو الـ X تساوي صفر هتلاقي الطرف ده عبارة عن إيه؟ صفر ناقص 2 مضروب في صفر ناقص 3 ده هيبقى سالب مضروب في سالب يبقى ناتج هيكون إيه؟ مجابة إذن هذا المقدار إشارته مجابة في كل هذه المنطقة طيب هاخد في المنطقة من 3 المال نهاية أخد X مثلاً تساوي 4 يؤدي إيه؟ لما عوض في القوص الأول X بـ 4 هيبقى 4 ناقص 2 مضروبة في 4 ناقص 3 الـ 4 ناقص 2 تبقى بموجب 2 4 ناقص 3 بموجب 1 بقى الموجب في موجب بكم؟ بموجب يبقى الإشارة هنا مجابة إنت لو جدت تاخد أي رقم وليكن X بـ 2.5 فهتعوض هتبقى 2.5 ناقص 2 في 2.5 ناقص 3 2.5 ناقص 2 تبقى موجب 2.5 ناقص 3 تبقى سالب فالموجب في سالب يساوي كام سالب؟ طب أسأل نفسي أنا عايز الإشارة المجابة أو السالبة؟ على حسب هنا هنا أكبر من يعني موجب يبقى أنا عايز الفترة دي والفترة دي يبقى الحل بتاعك X تنتمي للفترة من سالب مالا نهاية إلى 2 اتحاد الفترة من 3 إلى مالا نهاية زي ما اتفقنا مع بعض المالا نهاية مفتوحة السالب مالا نهاية مفتوحة طيب ماذا عن الـ 2 والـ 3؟ على حسب في هنا يساوي إذن دي مغلقة ودي مغلقة يبقى الحل بتاعي هي الفترة من سالب مالا نهاية إلى 2 مغلقة اتحاد من 3 إلى مالا نهاية مغ لقم عند الثلاثة مفتوحة من عند المالة نهاية